دكتور خالدوني اليوم في كما قالت مراسلتنا أنه فيه كان إفادة صحفية بأنه التهديد بالعقوبات على روسيا الذي يعني وعدت به فرنسا وأوروبا كان في حال أنه احتلال روسي هذه الخطوة ليست احتلال هذه اعتراف بانفصال جمهوريتين خطوة سياسية هل يمكن لهذا الأمر أن يفرمل موضوع العقوبات من أجل ترك باب الدبلوماسية مفتوحا على الأقل أهلا بك وبضيفك ومشاهدي قناة سكاي نيوز لا أعتقد أن الموضوع يتوقف على قرار سياسي في أنه في حال كانت الحرب ما ستحسبه دول الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي هو مصالحها أو بمعنى أصح الأضرار التي ستتعرض لها في حال فرض العقوبات العقوبات التي ستفرضها على روسيا دول أوروبا تحديدا أكثر من أمريكا هي عقوبات على دول الاتحاد الأوروبي هناك اعتماد كبير على الغاز الروسي تصل نسبته إلى أكثر من 35% من استيراد الغاز إلى أوروبا هناك الكثير من المواد الغذائية مصدرها روسيا وبالتالي في حال فرض العقوبات ستتأثر بلدان أوروبا ولكن مع ذلك هناك حرج وضعها فيها الآن قرار بوتين بإعلان استقلال هتين جمهوريتين وبالتالي لا بد من أخذ خطوة ما بما أن الحرب مستبعدة ولا يمكن أن يكون هناك حرب فلا بد أن يكون لحفظ ماء الوجه على الأقل شيء من العقوبات المفروضة على روسيا ومرة أخرى أؤكد أن هذه العقوبات ستكون مؤلمة لأوروبا أكثر منها في روسيا